بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من الولا أيها السادة المشاهدون إخواني أخواتي آبائي أمهاتي داخل وخارج الوطن عبر قناة البلاد أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم أنوار رمضان تقبل الله مننا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أكيد أن شهر رمضان هو شهر الخيرات والبركات يسعدني بلو يشريفني أن يكون ضيفنا في هذا العدد المبارك فضيلة الشيخ هرزق حج سعيد مرحبا بك شيخ مرحبا بك شيخ تحمان بارك الله وفيك مرحبا بك شيخ شيخ شرفنا بحظوك إن شاء الله صحار رمضانك صحار الله يتخبر يامك يسعد ويامك من شاء الله أمين رب العالمين شهر الفاضل المتأمن للقرآن الكريم يجد أنه مليء بالآيات التي تدعو الناس لفعل الخيرات بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله معظم الآيات في القرآن الكريم يتكلموا بزافة على الخير ويتكلموا الصدقة بزاف الآيات تهضر عليهم ربي صبحانه وتعالى في القرآن أن نتحث الناس على الصدقة وعلى الخير يقول رب العالمين وما تفعل من خير فإن الله به علي ويقول الله عز وجل وما تفعل من خير يعلمه الله ويقول الله عز وجل من عمل صالحا فلي نفسه ويقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ضرات خيرا يعرح ويقول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات والآية الخرانية اللي جبتها يقول الله عز وجل وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجن قريب فأصدق وأكون من الصالحين الخير صاب الدير هذا الخير يقول لي لي كثيرا الخير مضخض مضخض مطيماني كريقاروم ديازي قريولي وخدم الخير خاص خدم الخير من الهد ونيل لدي محمد يسعوق يشوار السيد يا ربي يثغزي الله عمرك نرنو ينسف غير الجنث لما وان شوارت الدوم هذا الشعر بالقبائلية يقول أيولي وخدم الخير يا قلبي غير دير الخير غير دير الخير بزافة لو كان هذه الدنيا جاء تنفع أرى ومحمد صعو السلما راود داها هذه هي المعنة تحا هذه الدنيا ما تنفعش صابد يلا ديزادة لقنطرة الدنيا قنطرة أعبروها ولا تعمروها صابد يلا ترك جايز أعمر الخير فتزودوا فإن خير الزادي التقوى ومن فعل الخير في التقوى من التقوى من الإيمان صابد يلا إنسان ما يلا سمش يغفر رب العالمين يوصلنا أنه نكتره من الخير لأنه شوف هنا العيال الخرين شيخ تحمان يقول لك من قبلي أن يأتي يا حدكم الموت شوف مباشرة بالفا فيقول ربي لو لا أخرتني إلى جاني قاري فأصدق فأصدق غير نقول لك غير نقول لي أنت صدق فأصدق دير ما نستنعش ما دام نتعرك في ليت ساعة وروا عندك فرص للحياة ما دام أقل أكثر عشر ويشارك تسلباش دير الخير ودير على قدر المستطع شوفوا رحمة العرب العالمين ما قال لكش أنفقوا ما رزقناكم أنفقوا من طبعيا من ما رزقناكم فكوة ديكوين يكونوا سمم الدو ما شعطيكم وهذا ما لما الله شيخ رحمن الرزق تعالى سبحانه وتعالى وما تقدم لأنفسكم من خيرين تجدوه عند الله كل ما تصدق هذاك الخير هو سبقك تسيبوا في القبر تسيبوا في يوم القيام تسيبوا في الدنيا تسيبوا في ولادك تسيبوا في العيلة تاعك تسيبوا في مالك تسيبوا في نفسك تسيبوا في المر تاعك تسمى الخير مطلق صباح يدير أفعلوا الخير لعلكم تفليحوا الشيخ من رحمة الله عز وجل أنه يسر طريق الخير طريق الخير متنوع وفيه بزاف طرق فيه بزاف مجالات لوحد يقدر يدير فيها الخير بارك الله فيك الشيخ الحمان احنا نقول لدوق الإيمان وش هو الإيمان الإيمان سي نرمال الإسلام عنده عنده سن بيدي والإيمان عنده قناة شروط ولكن الإيمان هذا وسع شيخ الحمان إيمان تمن بربي تمن بالرسل تمن بالملائكة تمن بالكتب تمن باليوم القيامة بالقضع والقاضر تيجيناك صابدين على كل الإيمان ولكن الإيمان واسع كين حديث نعبي صحيح موش يقول الإيمان بضع وسبعون شعبان الرواية بضع وستون شعبان صابدين الإيمان كين طرق تاعة الإيمان أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق شحال نحقروها هذين شيخ الحمان شحال يحقروها هذين تاعمى شوفوا شقال الله صلى الله عليه وسلم دخلها في الإيمان تسيب حاجة جيلة تنحيها حاجة جيلة تنحيها تكون تسوق في الأطورو تسيب حاجة جيلة تنحيها بل لك راح تسليك حيات والله يا شيخ الحمان غير نعرفه أحد مرة مسكينة على جلق شرطة عبصل ولا تبلي بروش سبحان الله تسمع لك أن حيات هذا البصل راح تسليك تليك مرام بروش إيماطة الأذى عن الطريق كي ما كان إيماطة الأذى عن الطريق عندك أجر حتى يرمي الأذى عنده ويزر عنده الحرام سبحان الله العكس ما دام الإنسان عنده عجر باش تنحي الآذى ما سعى تسيب حاجة للآذى سعى تسيب حاجة للآذى شحان موحدة روي أديه في الأمة شحان له واحدة يمشي بالكروسة ويرمي في البنان في طريق يرمي في الإيكانات في طريق يرمي في القرع في طريق يرمي في الإيصاشي وراه إلا سيفيليزان يرمي الجلمان ويد السوفيزم وراه الإرتقاء وراه وراه المستوى الشيخ الحمان نكونوا واقعيين الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا أخوها ما تنحيش ما ترميش لأنه كنت انحي ركراكا مستوى إلى الحية طعم واش قال للرسول يتقلب في الجنان تفعل ان ه plankميك يا najزيز سأكر sisters websites اوه سأكر hat في الطريق سوف لذلك حاجة بالطور رأيها رأيها بالطور 11 ما تقول حجرين جنيف الباطمات. ما تقول حجرين جنيف الترقان؟ ما تقول حجرين جنيفة لترجم؟ يا دي كاريت يا شيخ دحمان. يا ورانا نقول بركة ورانا ندعوه بالدينا. بصعيفين اي فوت يجب ان نفقدها براتيك يا شيخ دحمان. يجب ان نقوم براتيك يا شيخ دحمان. يجب ان ندير واش قادر بالفيون. هذا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. إيمان تعتو الأذى عن الطريق إيمان تعرب سبحانه وتعالى الذين آمنوا رأي مستوى ومن الإيمان أنك تنحي الأذى عن الطريق هل هذا الشيخ تحمل كاين طورك بزاف تعديل وربي يوفقنا إن شاء الله تعالى عمين يا رب العالمين الشيخنا الفاضل من الأمور التي أوصى بها شرعنا أن نحسن للجار وأن نفعل الخير في الجار فعنده أجر كبير عند الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه الله الشيخ نرجع الإجابة بعد فاصل قصير إن شاء الله سبحانه وتعالى إخواني أخواتي عزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود بحول الله سبحانه وتعالى ابقوا معنا الله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عدنا والعود أحمد إن شاء الله الشيخ نال الفاضل قبل الفاصل كنت تحدثت عن موضوع مهم جدا وهو يندرج في فعل الخير وهو الإحسان إلى الجيران وما أترك من الجار الله الله سبحان الله العظيم بارك الله وفيك الشيخ نال الفاضل شاكونا لي وصى جبريل عليه السلام محمد الله رئيس الملائكة مالك عظيم مي وصي الرسول عليه السلم على الجار طعا وش قاد الرسول عليه السلم واحد اختران واحد لنسا تعنى لنسا جاء ما منسا تعنى لازم يسمعوا للعبارة هذه صرتون سأل يا رمي من يرمون المكلفة في صب الحشم من يسمع أنا عرف واحد الإنسان قال يكون هنا ما عندنا شو وش ناكلوه قالي المرتعي ولا ترمي لي بولي لي بولي طايبين ولا ترميهم خلاص شبعت طاعت قالي والله غير جاجة طايبار ما تأفز بال طعا وش يقول الرسول عليه السلم قال هاكي الطبخي كي تديري القسويلة تديري المرميطة كتري لها الماء باش تفرحي جارتك صف دير هذه المرقى عندها أجر عظيم وعند ربي سبحانه وتعالى صورته هادي يمت يمتع رمضان من فطار صائما عنده أجر تعصيان شوف هادي مرقى كيتمدها عندك أجر عظيم يصبها وما بالك كي تدير بلا كاش عجوزها ما عنده لانا على حبيب الاولي كاش يتيم كاش من فامي ما شي قادرة او الدين تعنا شيئة حمان وقيد دينغة شيئة حمان اتخمضان بلا اتكترض لماكلها اشتفى الطمر ميت والله هارتسعيل عويض الناس لكي شيئة حمان والله غير جدوج تعنا المالين تعنا كساسوا في منطق القابين كساسوا في القصباء كساسوا في بسنطين كساسوا والله غير كان شيخةY تعالي والله كلما يكون كانوا كانو يطبقوا الدين كانو فاهمين الدين ضوكو علين نقولهم ما قررهوش يا وسنا لا مقررناش نحنقرناه ما طبقناش وهو ما طبقوا ما قررش طبقوا كانوا في الميدان خ هذا هو الصح سما الخمم على جارك هذا هو الدين لا يؤمن وحدكم حتى يحب يحب Server أخيه ما يحيب لنفسه لا يؤمن لا يكمل ايمان تاك حتى تحب الخوك واش تحب نفسك تحب الخوك كيفاش انت تشبع جارك جيعان اعطاك قلبك تشبع جارك جيعان اعطاك قلبك شهرين تلين شهر ما تسكسيس على جارك تقدق عليه واشارك اختي واشارك خويا واشارك عمي وراء المشكل انت ودي انت انا شيخ دحمان جارك سبحان الله شكو الى عايش ولي سمعك الى مرت ولي سمعك ماذا هالك انت لدي روحان ماذا غالي انت لدي روحان هالله الغي انت قلك واني لبك الناس يقول لك اقول لا غير ما تجاره ما اسمعي شبه ما تجاره ما اسمع ش هال��은 الدين تعالى يوصي على الجارOr يوصي على الإحسان اما Tweakshblak وربي يوفقنا ان شاء الله تعالى. شيخ كان من الناس يقول لك انا يحب ندير الخير بس ما قدرش. حبيت دير الخير ما قدرش. انا كان واحد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد الصحابي قالوا حبيت نتصدق ما قدرش. قالوا تقدر تصدق. كيفاش نقدر تصدق. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. اروح قدم حاجة بيدك. وجيب الخبزة ولا جيب الله يوكل روحك ووكل ضارك. ركت صدقت. سبحان الله. ابدأ بمن تعود. حتى اللقمة تضحى في فاه اهلك فلك به اجر. قالوا لا ما قدرش. قالوا ما قدرش. قالوا امر بالمعروف وامر بالخير. قالوا يلا ما قدرش. شو سبحان الله بيغلق البيبان على روحوا هاداية. الرصوص عصبه وانتك قاعد يمي طود. حبلك الخير. واش قالوا الله فان. سبحان الله دين عظيمة. قال قالوا تعمر بالمعروف والخير. قالوا يلا ما قدرش. يا اخويا حكم على لسانك. ما تهضر على الغاشي. عبكوش ما انت يا شيخ دحمان. ما تصدق. ما تخدم. ما تسعى. ما تعاون. تسمى فارغ شغال. فاقلوا الرصوص عليه وسلم. تسمى ما تدير وانت. تسمى ما تهضر برك. اما لاش دلسانك. شو سبحان الله. هافقة لحادي. هفهم. بوكو انت فارغ شغال. تسمى انت تبضل تهضر على الغاشي ولا كيفة. شو ناريان ما فعل ولا كيفة. قالوا اموش دلسانك. اراك تصدقت. النبي سعوزمح بيقولوا توجور تقدر دير الخير. قالوا كان قول معروف. خير من صدقة يتبعها اذا والله غني الحميد. تسمى ديمة طرق على الخير كاين. تقدر تروح تعاون واحد. ما تخدمش. واحد يبني تروح تخدم عنده مانا فرنهار. تلحيلو ينجورني. تروح تعاون شيخ. في الحديث قالوا. قالوا تروح تعاون كش واحد. الشيخ كبير يجوش تعاونه. ترفضلو قشو. واحد امرين تروح تعاونه. تروح تغسل المرين. ياو دي خير واسع عشيخ الحمال. ياو غير لي ما احبش يديل الخير. حشا وين يقول هنا دي خدم الخير. صابوا دير رب سبحانه وتعالى والرسوس تعالي وسلم. اعطونا بيبنة على الخير. قالوا كان باللسان. تدخل الجنة باللسانك. بالتصبيح. بالتهليل. بالذكر. بفعل الخير. تروح لسبطارات. تزور مريض. بزاف امور الشيخ الحمال. وربي وفقنا شاء الله تعالى. شيخ رمضان هذه السنة. لو تشاطرنا الرأي. انه متميز بانه اتى في ظروف صعبة. والظروف تشتاح في هذه الجائحة العالم باسره. هذا المرض الذي انتشر عبر اقطار العالم. وكان فيها بزاف وثيات وماتوا الناس. وكانوا في الديار انا في الحجر. شيخ لكن الملفت للانتباه. انه نحن ضرب بمشكلة. كي نشوفون نماذج. تعالى ناس رفعوا الهمة. وتحدىوا كل الظروف. وبادروا لأعمال خير. هذي قفة رمضان. وهذه اعانات. وهذه كما يقولوا. بزاف امور بينات معدن وحقيقة هذا الشعب الاصير. مرك الله فيك. حنا كي تكلمنا شيخ دحمان. تكلمنا على الوصاية على الرسوس عليه وسلم. ما زال ما احضرناش على الخصال والصفات على المجتمع الجزائري. كم ناس غاتلين على الخير. ولكن الحمد لله يا ربي العالمين. والله غير شفنا الغاشي الله يبارك ما شاء الله. ولكن هذه المصيبة يا شيخ دحمان. أنا حسبتها مصيبة بوزيتيف إيجابية. أسبغ عليكم نعمه وظاهرة وباطنة. من المصائب الباطنة هذا المرض اللي عبدو رقص بحانه. للمؤمنين. شحال من المصيبة. والله غير يستهلوا كل خير هذا النساء. جمعيات صهروا ليال يمي صهروا ليالي. جمعيات يدوا القفة حتى العائلات. اسمح لي اخويا انتلا عندك الملاير. بل لا تحكرنا من المعروف في شيئا. هذيك القفة عندك ولو عندو حاجة كبيرة. كما يقول المثل يقولك القديمة عندك جديد عند اللي ما عندوش. اسمح لي. القديمة عندك جديد عند اللي ما عندوش. يشوفو جديد اخويا. واللي فايض عندك. او عند الناس حاجة عظيمة اخويا العزيز. حاجة عظيمة. لأيني قوغرن غورك يسعى القمر ويني يسعى نارا. وحاجة اللي فاضت عندك. غور زغور ضايض ويني يسعى نارا ذا الحاجة مقرن. ربي يعلم يعلم انه الفقير وشي حال. ما يمسكين داما طرابا. صاب يدير الفقر هادا واعلى شيغد حمان. واحد عندو اسمح دراري حتى يشوف القفة. شحال موحد دعاتلو. هاد الناس يسعدهم. هاد اللي يمدوا. لي صدقوا. لي عاونوا. لي مدوا دراهم. لي عاونوا اسبيطارات. لي داروا دي بعض. داروا عمور كبار. نسهروا لجان شباب. صافوا يدير خدموا. بان الخير بلي الامة هذي ما زال فيها الخير. ولازم في الظروف كما هذي بانوا الناس. وبانوا. بانوا. بانوا. عرب العالمين عشقى يا ربي قاب. لي ميزها الخبيثة من الطيب. وما كان الله لي طلعكم على الغيب. ما يبين المليح يبين لي ماشي مليح. الشيخ الصلاة عندها اجر. القيام عنده اجر. نعم. بس فعل الخير ثاني عنده اجر. نقول له الآية. واش قال رب العالمين. لو لا اخرتني الى اجري القريب. فاصلي. فاصصدق. سبحان الله العظيم. بس كان يصلي وكان يصوب. بس ما صدقش. ما دارش الخير بزدار. فاصدق. وعلا. الصلاة بينك وبينا ربي سبحانه. رمضان بينك وبينا ربي سبحانه. الزاكت. هاد المال هاد صدقه بينك وبينا الانسان. وعلى شهر بسمه صدقه برهان. سيتين بروف ده تفوان. سبحان الله. الطهور شطر الامان. ولا صدقه برهان. سفدير صدقه سيتين بروف لي. سفدير ركبو من. امن تبروف سبحانه وتعالى. وربي قوي هاد الناس. وربي قوي الخير. وتزدهر البلاد. وربي يفقنا ان شاء الله. وورنا مبارك الله. ان شاء الله يا ربي. ما يجزيك شيخنا الفاضل. مبارك الله فيك. مش الله ما جنشوفوك في اخواني اخوتها قد وصلنا لختام هذا العدد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون استفدنا مما فيه. من العبار والعظات الجمع ان شاء الله. موعدنا معكم يتجدد غدا. انحيانا الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة.